اشتركوا في القناة بإذن الله عز وجل في هذا الدرس نتعرض لما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المذهب الشافعي مر بمرحلتين في نفس حياة الشافعي الإمام الشافعي لما ذهب إلى بغداد صنف كتبا في الفقه وفي الأصول وعرفت هذه الكتب بالمذهب القديم لما انتقل بعد ذلك إلى مصر أعاد تصنيف بعض هذه الكتب وعرفت المصنفات والآراء والاجتهادات التي ذهب إليها في مصر بالمذهب الجديد ولا شك أن المذهب القديم والمذهب الجديد لا يعني أن الإمام الشافعي خلاص المرحلة السابقة ألغى كل فقهه فيها ثم أتى بفقه جديد يختلف لا يعني الاختلاف في بعض الاجتهادات وبعض المسائل والمعتمد عند الشافعية في ذلك هو المذهب الجديد وهو الذي صنفه في كتابه الرسالة وتسمى الرسالة الجديدة وكذلك في كتابه الأم ومن مميزات مذهب الشافعي وهذه حقيقة من الأشياء التي يغبطون عليها الشافعية أن إمامهم الشافعي صنف في الأصول وصنف في الفقه ومن مناقب الشافعي رحمه الله ومناقب الشافعي كثيرة وصنف فيها العلماء من مناقبه أنه أول من صنف في علم أصول الفقه في كتابه الرسالة ولهذا نجد دور التأسيس يبدأ من الإمام الشافعي نفسه في تصنيفه كتاب وقد صنف كتابه الأم للإمام الشافعي ورواه عنه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي ترى بالمناسبة الربيع من تلميذ الشافعي فيه اثنين فيها الربيع المرادي وهو الأشهر هو الراوي كتب الشافعي وفيها الربيع الجيزي تعرف الجيزة يا شيخ؟ نعم الربيع الجيزي المصري رحمه الله على كل حال الإمام الشافعي صنف كتاب الأم في الفقه وهو كتاب عظيم جدا يمتلئ فقها وعلما ومن الطرائف يقول واحد أنه في معرض الكتاب اشترى كثير من النساء كتاب الأم يحسبون أنه عن الأم يعني يتكلم عن الأم وفضلها وكذا طيب كتاب من تلاميذ الإمام الشافعي في هذه المرحلة مرحلة تأسيس المذهب صنف بعض تلاميذ الشافعي مختصرات في الفقه اختصروا فيها فقه الشافعي منها مختصر البويطي ومنها مختصر المزني وقد طبع كتاب مختصر المزني وكتاب مختصر البويطي وأما الربيع بالسليمان المرادي فهذا هو راوي كتب الشافعي فهو الذي راوى عنه كتاب الأم وروى كتاب الرسالة بالمناسبة إذا قرأت في كتاب الأم وكتاب الرسالة تجد في الكتاب يقول حدثنا الشافعي الكتاب للشافعي ولا ما هو للشافعي كيف يقول حدثنا الشافعي فبعض الناس صن في كتابا يقول اسمه تصحيح أكبر خطأ في تاريخ التشريع الأم ليس للإمام الشافعي قال لك نحقرأنا كتاب الأم للشافعي فوجدناه يقول حدثنا الشافعي قال الشافعي نقول لأن راوي هذه الكتب وهو منهج المتقدمين في التصنيف أنهم يثبتون اسم الراوي فتجد في أول كتاب الموطأ برواية يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك أو قال أخبرنا مالك واضح والموطأ لمالك بلا شك وكذلك الأم للشافعي بلا شك حتى قال بعض شيوخنا نسبة الأم للإمام الشافعي أشهر من نسبة ذلك الرجل إلى أمه فهذا أمر لا شك به طبعا بعد ذلك جاءت مرحلة النشوء والانتشار وصنفت فيها بعض الكتب ومن أعلام هذه المرحلة ابن سريج والقفال وعندنا القفال الكبير وهو القفال الشاشي وعندنا القفال الصغير وهو القفال المروزي وكذلك في هذه المرحلة الإسفرايني رحمه الله ووجدت في هذه المرحلة طريقتان في المذهب الشافعي الطريقة الأولى تعرف بطريقة الخراسانيين والطريقة الثانية تعرف بطريقة العراقيين ومن من صنف في هذه المرحلة أيضا الإمام الماوردي الإمام الماوردي الشافعي صنف كتابه الحاوي الكبير وهو كتاب عظيم يرجع إليه من أراد أن يقف على أدلة الشافعية واستدلالاتهم فمن مظنة ذلك كتاب الحاوي للموردي وكذلك من العلماء في هذه المرحلة الجويني صاحب نهاية المطلب وهو من؟ نعم إمام الجويني طبعا عندنا الجويني أبو محمد الجويني وعندنا ابنه أبو المعالي المعروف بإمام الحرامين وكذلك عندنا الشرازي أبو إسحاق الشرازي وله كتب في الأصول منها اللمع وشرح اللمع وعنده أيضا كتاب في الفقه هو المهذب المهذب للشرازي وشرحه الإمام النووي في كتابه المعروف الكبير المجموع شرح المهذب وكتاب المجموع هذا ألفه النووي ولم يكمله رحمه الله وأكمله بعده السبكي ثم من المعاصرين أكمله المطيعي فتعاقب عليه ثلاثة النووي والسبكي والمطيعي المطيعي من هو؟ اسمه محمد نجيب المطيعي وفيه مطيعي ثاني حنفي من علماء مصر اسمه محمد بخيت المطيعي وهذا يسمى عند محمد نجيب ومحمد بخيت يسمى عند المحدثين المؤتلف مختلف لأن نجيب وبخيت كتابتها واحدة لو كتبتها بدون النقاط كلها كتابة واحدة على كل حال المجموع أكمله محمد نجيب المطيعي ومن علماء هذه المرحلة الغزالي والغزالي له كتب في أصول الفقه من أشهرها المستصفة وله كتب في الفقه عنده الوجيز والوسيط والبسيط عنده الوجيز والوسيط والبسيط وأطولها هو البسيط هذا ما يتعلق بدور النشوء والانتشار جاء بعد ذلك دور تحرير المذهب وسمى التحرير الأول للمذهب على يد الإمامين النووي والرافعي وكان المذهب عند الشافعية المعتمد هو ما اتفق عليه النووي والرافعي فإذا اتفقوا على شيء فهو المعتمد في مذهب الشافعية فصنف كتاب الرافع صنف كتابه المحرر وله أيضا كتاب موسع وهو شرح فتح العزيز شرح الوجيز وكذلك صنف الإمام النووي كتبا كثيرا في الفقه الشافعي من ضمنها منهاج الطالبين ومنهاج الطالبين هذا متن اعتمده الشافعية وساروا في شرحه وداروا في فلكه وكتبت عليه شروح متعددة من هذه الشروح طبعا الإمام النووي صنف منهاج الطالبين وصنف روضة الطالبين وصنف المجموع صنف منهاج الطالبين وصنف روضة الطالبين وصنف المجموع منهاج الطالبين هذا الذي يعرف بالمنهاج عند فقهاء الشافعية شرحه الشافعية بعد ذلك بشروح كثيرة جدا منها تحفة المحتاج ومغني المحتاج ونهاية المحتاج نزيد ولا ما يحتاج على كل حل وعمدة المحتاج كتب كثيرة في شرح المنهاج هذا بالنسبة للمرحلة التي تسمى دور التحرير بعد ذلك جاءت دور التحرير الثاني للمذهب على يد العالمين وهما الرملي وابن حجر الهيتمي بن حجر الهيتمي والرملي هذان العالمين هما الذان اعتمد الشافعية والمتأخرون على أقوالهما فالرملي صنف شرحا على المنهاج سماه نهاية المحتاج وبن حجر صنف شرحا على المنهاج سماه تحفة المحتاج وبن حجر هذا هو بن حجر الهيتمي المكي وليس بن حجر العسقلاني هذا ما يتعلق بمراحل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى